لو الرياضة صعبة معاك حنبسطها مع بعض كل عم انتم خير من الناس بالشهر رمضان اهلا بكم طلاب داكاترت وباش معندسين الصف السادس ابتدائي ماحل تدريبات اختبار الاضواء على المفهوم الاول اختر الاجابة الصحيحة مساحة المسلس الذي طول قاعده 18 وارتفاع المناظر 10 بتساوي يبقى حقول نص في 18 في 10 بيساوي نص الـ 18 تسعة 9 في 10 بتسعين يبقى اختار تسعين سنتيمتر مربع متوازي اضلاع طول قاعده 12 سنتي وارتفاع المناظر 6 فان مساحته في متوازي الاضلاع بنضرب طول قاعدة في ارتفاع يبقى 12 في 6 بيساوي 72 معين طول ضلعه 7 سنتي وارتفاعه 4 سنتي فان مساحته نضرب 7 في 4 يطلع 28 بس 28 اه سنتيمتر وصنتيمتر مربع وسنتيمتر مكعب والـ 11 هي 28 سنتيمتر مربع علشان بجيس مساحة اكمل ما يأتي متوازي اضلاع طول قاعدة الكبرى 8 وارتفاعه الاصغر 4 فان مساحته نضرب 8 في 4 8 في 4 32 سنتيمتر مربع معين طول ضلع 10 سنتي ومساحته 50 سنتيمتر مربع فان ارتفاعه بيساوي هنكسم 50 على 10 عشان هو مديك مساحة 50 على 10 فيها 5 سنتيمتر مساحة الشكل المقابل وهو المسلس ده اجيبه ازاي نص طول قاعدة في الارتفاع يبقى هقول نص في طول قاعدة في الارتفاع 3 في 4 بـ 12 نص لـ 12 6 يبقى 6 سنتيمتر مربع عدد ارتفاعات المسلس لحد الزوايا احفظها دي اي مسلس ارتفاعاته 3 اقرأ ثم اجيب ايهما اكبر في المساحة معين طول قاعدة 14 ارتفاعه 7 ولا مربع طول دوله 10 يبقى هقول مساحة المعين بتساوي هقول 14 في 7 بيساوي 7 في 4 بـ 28 8 ومعينة 2 7 في 1 بـ 7 ومعينة 2 9 يبقى 98 سنتيمتر مربع بعد كده مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه رقم 10 في 10 بيساوي 100 سنتيمتر مربع يبقى ميه الاكبر الاكبر هو المربع المربع الاكبر توازي اضلع طول قاعدته 6 سنتيمتر وارتفاعه المناظر 8 سنتيمتر ومسلس طول قاعدته 40 سنتيمتر وارتفاعه 7 سنتيمتر احسب الفرق بين مساحة المسلس و مساحة متوازل يبجي نحسب مساحة متوازي الأضلاع يبجي نحسب مساحة متوازي الأضلاع بتساوي طول القاعدة في الارتفاع ستة في تمانية بيساوي تمانية واربعين سنتيمتر مربع فاصلة عايزة أحسب بجا المسلس يبجي أقول مساحة المسلس بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع الاربعتاشن نص سبعة سبعة في سبعة بتسعة واربعين سنتيمتر مربع يبقى الفرج ما بينهم الفرج بيساوي تسعة واربعين ناجس تمانية واربعين بيساوي واحد سنتيمتر مربع احسب مساحة كل من الاشكال التالية احسب مساحة ده يبقى يقول نص في طول القاعدة اللي هو اربعين في الارتفاع اللي هو خمسة وعشرين بيساوي الاربعين نصها عشرين يبقى نزل سفر وخمسة وعشرين مرتين يبقى خمسين يعني خمسمائة سنتيمتر مربع الشكل اللي قدامك ده عزي حسب مساحته يبقى حقول مساحة متوازي الأضلاع بتساوي سبعة في خمستاشر بيساوي سبعة في خمسة في خمسة وثلاثين خمسة ومعاية تلاتة سبعة في واحد بسبعة ومعاية تلاتة يبقى عشر يعني مية وخمسة سنتيمتر مربع الشكل دي يأتي القاعدة بيكام بتمانية سنتي وكلهم كد بعضيهم بالشرط دي يبقى حقول تمانية في خمسة بيساوي أربعين سنتيمتر مربع ده طبعا هو المعين احسب مساحة شبه المنحرف المقابل عشان نحسب مساحة شبه المنحرف حكسم ده نصصين كوم مربع وكوم مسلس هنحسب ده الواحد وده الواحد وبعد كنجمحهم مع بعض يبقى يقول مساحة المربع بتساوي ومساحة المسلس بتساوي ومساحة شبه المنحرف بتساوي نحسب مساحة المربع الضلع الواحد من دول بتلاتة كلهم كدبع يبقى ثلاثة في ثلاثة بيساوي تسعة وحدة مربعة نحسب المسلس نص طول قاعدة في الارتفاع يبقى نص فيه القاعدة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى ناربعة فيه الارتفاع واحد اتنين تلاتة تلاتة فاربعة باتناشر نص الاتناشر ستة وحدة مربعة يبقى نحسب مساحة شبه المنحرف نقول التسعة زائد ستة هتساوي خمستاشر وحدة مربعة اختبار الأضواء على الوحدة الثانية عشر اختر إجابة صحيحة عدل ارتفاعات المثلث هم تلت ارتفاعات أي مما يلي يعبر عن مساحة المستطيل مساحة المستطيل أو أي مساحة أنا بجيسها بالسنتيمتر أو بالمتر أو بالديسم بس لازم كلهم يكونوا فوقهم اتنين يعني سنتيمتر مربع متر مربع فمين فيها مربع هي العشرين سنتيمتر مربع قطعة أرض على شكل معين طول ضلعه 18 وارتفاعه 12 فإن مساحة قطعة الأرض نضرب 18 في 12 باستخدام الخارزمية 18 في 12 بيساوي 8 في 2 ب 16 وستة ومعي الواحد 2 في 1 ب 2 ومعي 1 تلاتة زائد سفر واحد وتمانية بتمانية واحد في واحد بواحد ستة زائد سفر ستة تمانية زائد تلاتة احداشر واحد ومعي الواحد واحد زائد واحد اثنين يعني 216 يبقى نختار 216 متر مربع أكمل ما يأتي متوازي أضلاع طول ضلعين متجاورين فيه 10 سنتيمتر وثمانية سنتيمتر وارتفاعه الأصغر جلك الأصغر يبقى أنه هاخد ايه؟ هاخد الضلع الأكبر عايزي أعرف المساحة بتاعته يبقى نضرب الخمسة في ايه؟ في عشرة بيساوي 50 سنتيمتر مربع مربع محيطه 16 سنتيمتر فإن مساحته المربع بيقولك لما حسبه كله ليجي ب16 طب اكسم 16 دي على الأربعة ضلع 16 على الأربعة يطلع فيها الدلع الواحد بأربعة سنتيمتر يبقى ده أربعة وده أربعة وده أربعة وده أربعة وده أربعة طيب أنا دلوقت عايزي أعرف المساحة المساحة هاملة طول الضلع في نفسه يبقى حقول أربعة اللي هو من ده فيه أربعة بيساوي 16 سنتيمتر مربع النقاط هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان دي تحفظها اسمه شبه المنحلف احسب مساحة كلهم من الأشكال التالية عادي زي أحسب مساحة الشكل ده حاكسم وده نصصين زي كده بعد كده أحسب مساحة ايه مساحة المستطيل الواحدة ومساحة المسلس الواحدة وجمحهم بعد كده مع بعض يبقى أقول مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض 1-2-3 في 1-2-3-4-5 3-5 بـ 15 وحدة مربعة بعد كده مساحة المسلس بتساوي نص في القاعدة 1-2 ارتفاعي 1-2-3-4-5 5 في 2 بعشرة نص العشرة خمسة وحدة مربعة يبقى مساحة الشكل بيساوي نجمع 15 و 5 15 زاد 5 بيساوي 20 وحدة مربعة اذا احسب مساحة المسلس يبقى مساحة المسلس بتساوي نص في طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها في الارتفاع المناظر لها بيساوي نص في القاعدة 1-2-3-4 في الارتفاع 1-2-4-5-6 6 في 4 بـ 24 نصها لها 12 وحدة مربعة احسب مساحة متواز الأضلاح يبقى مساحة متوازي الأضلاح طول القاعدة في الارتفاع القاعدة 1-2-3-4-5-6 في الارتفاع 1-2-3-4 6 في 4 بـ 24 وحدة مربعة اقرأ سماجي متوازي أضلاح طول قاعدته 5-4-10 وارتفاعه 3-2-10 اوجد مساحته يبقى يقول مساحة متوازي الأضلاح بتساوي طول القاعدة في الارتفاع نحسب الرقم 5-4-10 في 3-2-10 ونشوفها تطلع بكم سنتيمتر مربعة تعالي نحسب هنا 3-2-10 في 5-4-10 4 في 2 بـ 8 و 4 في 3 بـ 12 زائد 0 5 في 2 بـ 10 معي الواحد 5 في 3 بـ 15 و 1 16 نجمع دول 8 زائد 0 8 بعد كده 2 زائد 0 2 و 6 زائد 1 7 والواحد ده ينزل ونحط بعد كده العلامة بعد رقمين حط هنا العلامة بعد رقمين هتبقى 17 صحيح و 28 جزء من 100 أيهما أكبر في المساحة متوازي أضلاح طول قاعدته 4.5 ارتفاعه 3 سنتي ولا مسلس طول قاعدته 4.5 و ارتفاعه 3 سنتي نحسب مساحة متوازي الأضلاح بتساوي طول قاعدة في ارتفاع 3 4.5 3 5 15 5 3 4 12 1 13 13 ونكتب وراها سنتيمتر مربع نحسب مساحة المسلس مساحة المسلس بتساوي نص طول قاعدة في الارتفاع يبقى نص في طول قاعدة اربعة ونص في الارتفاع 3 بيساوي نحسب الرقم ده ولي طلع نجيب نصه 3 في 5 15 5 و معي الواحد 3 في 4 و 12 و معي واحد 13 بيجيت 135 سيقسم على اتنين عشان نجيب نصه 135 على اتنين المية نصه خمسين والتلاتين نصه خمسطاش والخمسة نصه خمسطاش والخمسة نصه ختنين ونص تعالي نحسب كدولا 50 زائد 15 يبقى 65 65 و معاك اتنين 67 و معاك نصه يبقى 67 ونصه ادي سبعة وستين ونصه حط العلامة و اكتب سنتيمتر مربع متوازي الاضلاح اوجد ما يأتي مساحة المثلث A B C في الشكل المقابل يبقى نصه في طول قاعدة بتمانية في الارتفاع خمسة تمانية بخمسة باربعين نصه الاربعين عشرين سنتيمتر مربع مساحة المعين الذي طول دلعه تلاتين سنتيمتر و ارتفاعه عشرين يبقى مساحة المعين بتساوي طول القاعدة في الارتفاع المنازل لها بيساوي هنقول تلاتين في عشرين هنزل السفرين و اتنين في تلاتة بستة يبقى ستميت سنتيمتر مربع دعمنا بالاشتراك بالقناة لاصل الكل جديد شكرا اشتركوا في القناة